مرحبا بكم من الجديد وحيروا الكلمة بوشرة إلى نجمة الشاشة الرياضية بوشرة سعيد في رانديفو سفور شكرا لك أحليم مرحبا بكم نسكول في رانديفو سفور البداية اليوم بش تكون بالاستباحة تحديدا ببطال العالم أحمد الجوادي اللي يتمكن من إحراز المركز الأول من بطولة العالم المقامة في العاصمة المجرية بتوقيت 14 دقيقة و 16 ثانية و 40 جزء من ثانية في سباق 1500 متر سباحة حرة هل كان التتويج هذا متوقع خاصة بعد الردة الفعل اللي شفناها عليك قاعدين نشوفوا فيها في التصوير الإجابة جينا من عند شكر بالحاج وعضو الهيئة التسيرية في الجامعة التونسية للسباح الحنين والإنجاز الكبير اللي عملوا الجوادي أحمد دونك متوقعين ولكن فهم عدد السباحين ما كانوش منتظيم بشي جيو كما والبروك البطال العالمي واللي عنده أرقام قياسية عالمية لكن كان موجود وشارك السباح في السباق التصفيات وعمل وقت منتاز ووقت خير منه بتاع الجوادي تعرف الجوادي جال هنا برقم 14 و 24 والبروك البارح عمله 14 و 17 ثانية ميزيش يزم يفوز على السباحين اللي معاها في السباق ولكن يزم يقد وقت خير من والبروك خير من 14 و 17 واذا كان يصار على ذاك الفرحة متاعه كانت كبيرة كذلك ما نساوش عنه أنجون والمرة يترشح في أنجون ناجون رامي الرحموني يترشح البطولة العالم وعمره 15 سنة هذه والمرة السابقة تصير في السباحة التونسية وعنده أمال في عمره بيش يعمل وقت كبير ويدخل في العشرة الأوائل في العالم كذلك عنا بلحسن بن ميلاد زاد سباح أربع سباحات زاد متألق وقعد يقدم وإن شاء الله عنده مستقبل كبير كما تعرفوا رامي الرحموني بالحسن بن ميلاد دول مرة يشاركه في بطولة العالم وهذا ديجا معناه أنجاز في حد ذاته دونك يا ديجا قاعدين يطلعوه مع أيوب الحفنهوي إن شاء الله هذه القاترة الكبيرة للسباحة التونسية في السنف الرجال وإن شاء الله الفتاة يتبعوا وصبحين أخرين يتبعوا أحمد الجويدي مازلت عنده فرصة لإحراز ميدالية أخرى غدوة في سباق 400 متر سباحة حرة ونهار السبت 14 ديسمبر مازل عنده سباق 800 متر سباحة حرة إلى جانب رامي الرحموني آخر نهار في البطولة بشيكون نهار لحد 15 ديسمبر رامي الرحموني يخوذ سباق 200 متر سباحة حرة وبالحسن بن ميلاد سباق 400 متر أربعة سباحات بتوفيق الممثلية تونس في بطولة العالم نحكي بسكيت اليوم تلعبت مباراة الجولة السيدسة ياب ماضي ثلاثة لعبة قمة الجولة كلاسيكو النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي ليوفيه بفوز النادي الإفريقي عن نجم بنتيجة 81-75 وهكي يكون عزز مكينو النادي الإفريقي في سدارة الترتيب مبعوثنا زميلي ويسان بن حسين كان متواجد في المباراة ومكننا متصريحات هذه كل ما نقود في الفلايوف يتحسن ميفو جمعيات لعبهم مع بعضهم بات تهو معمي القاتلين تحسن بالماتش الماتش كما قلت لني نحضر الفلايوف ننسي المطلب شعبي حتى أبجيكتيف لنا احنا بطولة أقبل كل شي حاضرين كل ممان قادين تحسنوا على الفازة لالي نعبنا خير وورينا باستقيل جيدة ممان في باللعك لكن هناك محسننا نعادي ومعاد ومعادة محطة عدوى ننتوى الأبرتورة وهو شكرا تحسنوا قاعدين بشوية بشوية قاعدين نتحسنوا كنا ننجموا معنى هالحقيقة اليوم فما كنا ننجموا نربحوا المقابلة سورتوكي تشوف اللي نحن ضيعنا ممكن خمسة أو لستة كور رغنان كونتر زيرو تحت البني سابازعلي كيب سورتوكيت بتتلعب كونتر للكلوب أفريكا كيب كبيرة فيها دي جور شيفروني فيها دي جور أرمداء لحي قامت عملا بي نبنيه علمات شهدية ونكمله أبريتو ونحن هنا بريس كاليفي للبليوف ونحضر نروح للمرحلة جاي للبليوف باش نكونوا برميليكات وهذه الوبجيكتيف كانت هذه تصريحات كل من جوهر الجويدي جوجو لعب النادي الافريقي وسامير بودن مدرب النجم رياضي اللاسحي بقيت المباراة اللي صايرة حاليا انطلقت الستة عشرية نلقى مباراة شبيبة المنازه وشبيبة القيروانية كذلك الاتحاد الرياضي المونستيري يستضيف دالية جرومبيليا نجم حلق الوادي يواجه النجم الراتي واتحاد الانصاري يستقبل نادي كورت السلة بالمهدي نحكي وهود في كورت اليد اليوم تلعبت الجولة الثالثة بالنادي الافريقي كان فيز على هيليل مساكن بنتيجة 36-22 بعث ابني خيار فيز على نصرة بولباب 34-24 سبورتينج المكنين انتصار على سيقية الزيد بنتيجة 31-28 ترجل تونسي انتصار على اتحاد التميمي 47-32 مكرم المهدية فيز على جامعية الحمامات 22-20 والنجم الراتي للسيح لحقق الفوز من بنيدي كورت اليد بيجاميل بنتيجة 30-25 في الأخبار العالمية اليوم تم عقد اجتماع في سويسرا بحضور رئيس الفيفا جانيان فانتينو وأعضاء اللجنة التنفيذية تم الاعلان الرسمي على فوز المغرب إسبانيا والبرتجال بحقوق استضافة كأس العالم 2030 لكن بخلافة لثة دول هدومة الأرجنتين لوروغوي والباراكوي بش يستضيفوا كل دولة فيهم مباراة واحدة من المباراة الافتتاحية بمناسبة مرور 100 عام على البطولة وبش تكون المباراة النهائية لكأس العالم 2030 في السانتياجو مرعب الريال مادريد من جهة أخرى وبعد أخبار على أن ملف السعودية أخذي أحسن تقييم في تاريخ المسابقة من حيث الجودة والتلائم مع مطالب الفيفا اليوم في نفس الاجتماع تم الاعلان الرسمي على استضافة السعودية لكأس العالم 2034 15 ملعب بش يكونوا في خمسة مدن المباراة الافتتاحية وكذلك النهائية بش يكونوا في ملعب الملك سلمان الدولي في الرياض اللي يتساعل 92 ألف مشجع ومن المتوقع أنه يتم تقديم بطولة كأس العالم لشهر جانفي كما صار في نسخة قطر اختيار على فصل الشتاء بسبب ارتفاع حرارة التقص في الصيف نكملوا كيف العادة بالشامبيونزيج الأوروبية اليوم من الدفعة الثانية انتليقا من التسعة من تعليل تلقى مباراة دورتموند وبرشالونا زادت تلقى ماتش اليوفي ومانشستر سيتي أرسونال يواجه مونكو والميلين يستقبل النجم الأحمر السربي كانت هذه كل أخبارنا اليوم موعدنا غدوة في نفس التوقيت بأخبار جديدة طبقا لك نقول لكم باي باي خليكم مع زميلتي أحليم العبدالي شكرا بشرا سعيد فاسر ونرجو نستقبل وضيفنا